فرصة نتحدث عن نقطة في منتهى الأهمية وكنت اتكلمت عنها من يومين لابد ولزاماً إن الاتحاد المصري، الكرة القدم مع منتخبات مصر المختلفة يفضلوا طول الوقت، طول الوقت يدوروا على اللاعبين المصريين مزدوجة جنسية اللي ينفع يلعبوا المنتخب مصر وما نعرفش عنهم حاجة طول الوقت ده كنزة يا جماعة كنز كبير جداً وقشرت من كم يوم لفكرة إن الاتحاد الكرة رفض إن روي فيتوريا يسافر أوروبا يعمل جولة هناك ويشوف ويقابل اللاعبين المصريين مزدوجة جنسية اللي ممكن يلعبوا المنتخب مصر الاتحاد الكرة كان رفض رفض لعزبان مالية يعني زي ما قدركم وقتها إنك هتصرف ربعمائة خمسمائة ألف جنيه مصر يعني مش بحسبها لك بالدولار ربعمائة خمسمائة ألف جنيه مصر في السفرية ديت يعني إنت لو خدت واحد لو كسبت واحد لمنتخب مصر واحد بس ده ملايين الدنيا ملايين الدولارات واحد فأنت بتبخل في حاجة مش المفروض تبخل فيها بصراحة ضرائي يعني بس في كل الأحوال لازم نشتغل ولازم نتعب ولازم نكتهد وأنا عارف إن الجهاز الفني المنتخب مصر الأول بيعمل ده بشكل دقوب جداً وبيشتغل أي طول الوقت بس لازم مسندة الكل مسندة منتخبات الشباب والناشئيين مسندة الاتحاد الكرة طبعاً عشان لو تلعنا بعنصر ولا عنصرين هتبقى حاجة عظيمة من العدم انت واخد عنصر أو عنصرين من العدم مش موجودين عندك في الدولة المصر مش بتتبعهم مش 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 مع ما اشتغلتش معاهم مع ما اشتغلتش معاهم معاهم أي حاجة لا انت واخد لعيبة أوروبية جاهزة جاهزين بقى هم مولودين واشتغلوا تدريبات ولعبوا فرق شباب وناشئيين كلها في أوروبا فانت تقريباً بتاخد اكد انك بتجيب محترف أوروبا يلعب معاك بشكل مجاني فهم انت متخيل الموضوع المهمة دي واحنا هنروح لبعيد ليه ما احنا دايماً بنيدي المسأل المغرب عملية كده الجزائر عملية كده السنغال عملية كده الكاميرون عملية كده غانا عملية كده كل المنتخبات الأفريقية بتعمل كده ففرصة واحنا عندنا محترفين اخد بالك انا زي ما انا النهاردة جاي اشيد في بداية الحلقة بعد المحترفين واتقال لك محترفيننا في أوروبا وفي الدول العربية برضو هي حاجة تزعل انا بعد خمس ست سبع أسماء تمام تخيل لو انا بقى طالع النهاردة اتكلم على المحترفين بتاع السنغال اقول لك المحترف السنغال عملوا في ايه في أوروبا السنة دي هتلاقي على الأقل ميت واحد على الأقل يعني ميت واحد ايه احنا فرحانين بالمجموعة اللي عندنا اه فرحانين بيهم طبعا بس لازم يزيدوا كتير كتير جدا اكتر من كده بكتير وطبعا مش هكلمك بقى على فتح حباب الاحتراف والكلام اللي انت بتسمعهم بالتسعينات دوت اللي هو لازم نفتح حباب الاحتراف اللي لعبيننا يا جماعة وشبابنا ونشئيننا عشان دي قتلت بحسا قتلت بحسا وكالعادة واقفين محلك سر فيها لان ده يتغالي في طلباتها الناشئة اصلا عندنا مش متكون صح فبيبقى عنده مشكلة في اللعبة في اوروبا الا الاستثناءات اللي احنا بنتكلم عنها دي سيستثناءات قليلة جدا برضو دي محتاجة شغل وتعب ومجهود من الجميع من الجميع يعني اشتركوا في القناة